بيان الداخلية فيما تعلق بمسألة النصب على التجار والمستوردين من خلال ما تم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تدوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادي محدد بالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه وهو عاطل ومقيم بمحافظة قنى في صعيد مصر وسبق اتهامه في ست قضايا ومحكوم عليه في خمس قضايا أخرى ولم يستدل على حيازاته لأي كميات من السكر أو أي مواد تنمونية أخرى وبمنقشته قرر قيامه بنشر الإعلان الوهمي ده بقصد النصب والاحتيال على المواطنين طبعا تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق